حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتصفح معكم بعض الأخبار العلمية الحقيقة ينبغي عليك أيها المؤمن أن لا تكتفي فقط بقراءة القرآن القرآن أمرك أن تتدبر وتتأمل هذا الكون أمرك أن تتدبر الكائنات الحية من حولك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق آيات كثيرة أيها الأحبة فلينظر الإنسان مما خلق لعلهم يتفكرون يعقلون يتذكرون إذن ليس مهمة المؤمن فقط أن يجلس ويقرأ القرآن من ينبغي أن يطلع على البحث العلمي الحديث يوسع مداركه وأنا اليوم أحببت أن أطلع معكم على هذا المشهد الرائع حقيقة هذا يعني عبارة عن مجموعة من الأسماك التي لديها قدرة على يعني بث إضاءة كريستالي تشعر كأن أنا قطع كريستال أو قطع ألماس هي التي تضيء الحقيقة هذه الكائنات حيرت العلماء أيها الأحبة أنا هذه المقالة على موقع ساينس نيوز منشور بتاريخ 6 أبريل 2021 طبعا هناك وميض يحدث في السمك في هذا النوع من الأسماك الصغيرة أزرق وأصفر وأحمر وأخضر إلى آخرهم ينتج نتيجة تسليط الضوء عليه يعني الله خلق في هذه الأسماك أجهزة أو لنقول مواد معينة خلايا معينة تبث هذه الإضاءة الحيوية عندما مسلط عليها الضوء يعني عندما يأتي الضوء تعكسه بطريقة غريبة جدا دعوني أقرأ معكم أيها الأحبة الذي اكتشف هذه الظاهرة أو الذي يتحدث عنها هنا مساكازو إيواساكا مهندس في جامعة هيروشيما في اليابان وجد أن الأسماك تعكس هذه الأسماك تعكس أطوالا موجية معينة من الضوء لذلك تعطي هذه الألوان لو عكست كل الأمواج لما رأينا شيئا يعني الورقة البيضاء أيها الأحبة تعكس كل الضوء كل الموجات كل الطيف الضوء يتعكس ونراه أبيض أما أن تجد هذه الأسماك تعكس ضوءا بطول موجة محددة يعطيك لون مثلا الأزرق أو الأحمر أو الأصفر سبحان الله شيء عجيب والله أيها الأحبة طبعا يقول هذا يشبه عاكسات الضوء في الأسماك فضيات الرؤوس ويقول أن هذه الظاهرة اكتشفت بالصدفة أنا أحاول أن أترجم لكم المعلومة وأن نتأملها معا أيها الأحبة مطلوب من كل واحد مننا أن يتفكر ليزداد إيمانا طبعا أنا لدي هنا فيديو أيها الأحبة يمكن أن ننظر إليه مثلا يعني هذا فيديو هنا كيف تتألق هذه السمكة انظروا تتألق بطريقة رائعة جدا هذه البقع الصغيرة هذه من جسم السمكة انظروا انظروا كيف تتألق سبحان الله سبحان المبدع سبحان مالك الملك هذه الظاهرة محيرة جدا أيها الأحبة ولم يستطع لولما أتفسيرها دعوني أكرر فقط هذا المشهد أعجبني أنا أول مرة أرى مثل هذا المشهد أحبتي في الله انظروا كيف يضيء ألوان متناسقة أخضر أزرق قليل من الأصفر أرجواني ألوان يعني ألوان عجيبة جدا وهنا أيضا انظروا معي كيف هذه البقع تضيء باللون الأخضر والأصفر انظروا أيها الأحبة الحقيقة يعني شيء مذهل والله أيها الأحبة كيف تتمكن هذه الأسماك الصغيرة التي تدعون أن الطبيعة هي التي طورتها كيف تتمكن من صنع هذه اللوحة الفنية التي يعجز البشر عن تقليدها يعني البشر الآن يعجزون عن تقليدها حتى أنني أقرأون إن هذه الظاهرة لا زالت حتى الآن لغزا يحير العلماء السؤالي أنا خطر في بالي الآن أن أوجه هذا السؤال لمن يقول إن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية يقينية إذا كنتم عاجزين خطاب لعلماء البيولوجيا وعلماء التطور إذا كنتم عاجزين عن تفسير سر سمكة صغيرة كيف تعمل تبدعون أنكم امتلكتم معرفة حقيقة الخلق هذا كلام فارغ أيها الأحبة يعني إذا أنت غير قادر على تفسير أبسط الظواير تقول نحن أصبح لدينا حقائق يقينية حول أن الإنسان تطور من مخلوق آخر أو شبيه بالقرد أو كذا هذا الكلام أيها الأحبة غير مقبول لأن العلماء حتى الآن يدرسون هذه الظاهرة ووجدوا أن هناك تركيب خاص في الخلايا هذه إضاءة حيوية يعني لا يوجد تيار كهربائي كيف تضيء بدون تيار كهربائي بدون مصدر للطاقة هي تعتمد على الغذاء فقط تحول هذا الغذاء إلى ضوء بخلايا خساسة للضوء تعمل بطريقة عجيبة جدا والله أيها الأحبة لذلك يعني حتى الباحث الذي اكتشف هذه الظاهرة تجده يحتار وتجده يعني لا يعرف ماذا يقول وكيف يفسر نحن لدينا آية في القرآن أيها الأحبة نفسر هذه الظاهرة هذه الظاهرة وغيرها وضعها الله لك أيها الإنسان لزيادة يقينك أنه خالق كل شيء لتستيقن أن خلق الله لا يستطيع أن يقلده أحد هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال المبين سأل الله أن ينفعنا بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق